سالخير فاروق سانتاي نور كابتن محمد تحياتي لحضرتك والكل مشاهدي ومتابعي شاشة فانات النادي الاهلي وكل السلام لحضرتك طيب وانت طيب يعني أبرز ما جاء في هذا الاجتماع بالنسبة ليه لجنة الكرة بالنادي الاهلي برئاسة كابتن محمول خطيب اللي ده كابتن محمد لازم ننوه الأمر مهم جدا هو حالة الاهتمام اللي يفرضها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دورة النادي الاهلي والمسؤولون عن منصومة الكرة بالنادي الاهلي لفتعل نشئين في حالة الاهتمام كدير جدا ما شbod هاش خلال الفترات اللي فاتت مجلس جارة النادي الاهلي بيقولي قطع نشئين للفترة القادمة والمجديد من الاهتمام النادي الاهلي يبدأ ان هو يبص للعناصر الموجودة متوجد حاليا على الفريق الاول في معت Ioier سريق اوار أكثر من عشر لعبين من فريق 9 نشئين في النادي الاهلي نقطة مهمة جدا مجلس جارة النادي الاهلي بيرجر سنام خلال الفترة اللي فاتت خلال الفترة القادمة challenging لأنه يتمد على أبنائهم النهاردة كان عمدين لاجنة تقربة الكابتن محمود الخطيب ريس باجل الكابتن الزيزي المزير الرياضي الكابتن علي عبدالصادق أيضا حضور كابتن سبغالي الكابتن فتح مبروك وكابتن عدل عبدالرحمن ووضع الاستراتيجية والأهلية للعمل وبدء الاعلان عن تشكيل الأجهزة الفنية الخاصة بالصالح الناشئين من أبقار وأراء أدبها الكابتن فتح مبروك علشان يتم النهوض والوصول بالصالح الناشئين بالنادي الأهلي لمرحلة أعلى في المرحلة القادمة بإذن الله فاروق عشان يعني الناس منتظر متى اختبارات النادي الأهلي نبدأ الاختبارات الاختبارات متأثمة لثلاث مراحل هتبقى المرحلة الأولى إن شاء الله يوم 30 نعم هتبقى 30 ستة ويوم السبت هتبقى يوم السبت والأحد والإثنين اللي هو 30 ستة وواحد واثنين سبعة هتبقى خاصة بمواليد 2009 و2008 و2007 و2006 طيب يوم 30 ستة هتبقى خاصة بأني مراحل عشان برضو أكرر مراحل أمواليد 2009 و2008 أيوة 2007 و2006 أيوة يعني من 2006 لغاية 2009 لمدة ثلاث أيام ماشا بعد كده ناخد المرحلة الثانية إن شاء الله تبقى من يوم الثلاثة أيوة ثلاثة سبعة أيوة مدة ثلاث أيام أيوة الثلاثاء والأربعاء والخميس أيوة هتبقى خاصة من مواليد 2002 ل2005 2002 و2003 و2004 و2005 و2005 بالضبط بالضبط كابتا محمد أيوة مرحلة الثالثة هتبقى من السبت والأحد والإثنين تبعة وثمانية وتسعة من شهر سبعة أيوة هتبقى من مواليد 99 لمواليد 2001 تسعة وتسعين والفين 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 ماشي ثلاث مراحل هيتم بها الاستمرارات جميلة كابتا محمد يوم ببتأ من يوم السبت والأحد والإثنين والإثنين 23 و24 و25 و26 هيتم ان شاء الله من الساعة العشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وهيبقى أمام فروع النادي الأهلي بالجزيرة ومدينة مصر والشيف زيز نعم فيه هتبقى قيمة الاستمرارات الاختبارات هتبقى 30 جنيه الاختبارات هتبقى الساعة 8 ونص وهتبقى اطفار النادي الأهلي بمدينة مصر 8 ونص صباح 8 ونص صباحا هتبقى بدأ من يوم السابق 8 ونص ده بالنسبة للثلاث مراحل يعني في يوم 30 يونيو هتبقى 8 ونص 3 سبعة 8 ونص و7 تسعة برضو 8 ونص بالضبط كل ثلاثة معاد من الساعة 8 ونص تبمالها بالنادي الأهلي بمدينة مصر نعم بالنسبة للاختبارات أعضاء النادي حضرتك عارف من الأهلي ديها للأعضاء النادي اختبارات في أيام منفصلة تماما علشان يتيح برضو الفرصة أكبر للغير العضو وأيضا للعضو فالمرحلة الأخيرة للأعضاء النادي هنا هتبقى يوم 16 و17 و18 و19 من شهر يوليو يعني 16 سبعة بالضبط اختبارات أعضاء النادي نفسها من 16 سبعة للساعة 7 وهتبقى من جميع المراحل من موريد 2009 لموريد 99 من 99 ل2009 أيضا هتكون الاختبارات هتبقى من الساعة 9 ساعة طباحا حتى الحادية 10 طباحا يعني الساعة 9 للساعة 11 نفس الملاعب ملاعب النادي الأهلي في مدينة مطر طيب هل تم تشكيل أجهزة الفنية فاروق ولا لسه؟ هو تم الاستقرار على أغلب الأجهزة الفنية ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عنها بصفة رسمية الكابتن فارسي قال خلاص يعني يوم نسبة 25 أو 28 تم الاستقرار على الأجهزة الفنية هيتبقى الإعلان عنها خلال الساعة القادمة بإذن الله وهيبدأ العمل ويحط الكابتن فارسية يحط الاستراتيجية العمل واجتماع مع المدربين والمدرين الثانيين اللي سم اختيارهم بالنسبة لحضرتك عارف بدءا من الاسبوع بعد القادم هيتبقى عملية الاختبار فقلاص يعني هذا بالنسبة لحضرتك الخلفة الصيفية المية اللي خلاص تم وضع الأجهزة يعني فاضل الأمر في 2 أو 2 هيتم حسمهم في الساعات القادمة ويتم الإعلان بصفة رسمية عن تشكيل أجهزة بالقطاع النشئين بالندي الأجهزة بإذن الله زميلا فاروق صلاح مرئس القناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على